اشتركوا في القناة في هذه الليلة المباركة التي نستذكر فيها ذكرى أليمة وعزيزة على قلوبنا ذكرى وفاة الشيخ حارث سليمان الضاري رحمه الله هذه السنة الخامسة جزاه الله عنا كل خير وعما قدم لبلده ولقضيته وجهاده في سبيل الله خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته نرجو من الحاضرين الدعاء له رحمه الله تعالى ونرحب أيضا بأستاذنا وضيفنا الكريم اليوم الدكتور محمد الطغيرة عميد كلية الشريعة وأستاذ الفقر ووصوله في جامعة العلوم التطبيقية يلقي علينا اليوم محاضرة بعنوان اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فليتفضل جزاه الله الخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله شكر الله لكم طيب استضافتكم هذه الله تعالى أسأله أن يكرمكم بكرمه وأن يرفع قدركم في الدارين وأن يرحم شيخنا ومجاهدنا وعالمنا ويتقبله عنده فيعليين اللهم آمين سيداو مختصر لعبارة تدل على قضية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة هذه الاتفاقية حقيقة تحوي ثلاثين بندا تحوي ثلاثين بندا ظهرت إلى حيز الأمم المتحدة في سنة 1979 وإن كان العمل لها قد جرى من سنوات من قبل سنوات عدة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الآن في الأمم المتحدة حتى تصبح الاتفاقية قيد التنفيذ لابد أن يوقع عليها يوقع عشرين دولة جيد إذا وقع من قبل عشرين دولة تصبح هذا الاتفاقية ملزمة وتصبح هذا الاتفاقية قد رأت النور من سنة 79 إلى سنة 81 تم توقيع أول عشرين دولة على اتفاقية تسمى اتفاقية سيداو وهي تعني كما قلنا القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة طبعا اتفاقية سيداو لها عدد من الأسباب التي تجعلها أهم اتفاقية دولية على الإطلاق قبل أن أتكلم لماذا أحب أن أخبركم بأنه ثمت بروتوكول ألحق بها في سنة 1999 هذا البروتوكول يعني أنه يجوز لأي فرد في العالم أن يشكو دولته إلى الأمم المتحدة جيد إذا كانت دولته قد وقعت على هذا البروتوكول أكثر الدول لم توقع على البروتوكول وإن كانت قد وقعت على اتفاقية سيداو هذا البروتوكول يبيح للأفراد أي امرأة تعرضت للظلم في أي بلد من بلاد العالم تستطيع أن ترفع أمرها للأمم المتحدة إذا كان هذا الظلم الذي تعرضت له لا جيد لا يعطيها حقها لا يعطيها حقها من المساواة مع الرجل في سنة 2002 بلغ عدد الدول التي انضمت لهذه الاتفاقية حوالي 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سنة 2009 وصل عدد المنضمين لهذه الاتفاقية في العالم 186 دولة يعني بقي تسع دول لم يوقعوا من أشهر هذه الدول التي لم توقع أمريكا أمريكا لم توقع هذه الاتفاقية منهم من يقول أنها لم توقع لأنها تأبى فكرة أن يفرض عليها أحدهم اتفاقية فهي نمبر ون في العالم ومنهم من قال بأنها تعارض بعض القيم الأمريكية على طريقتهم فيما يقولون الدول العربية تقريبا كلها وقعت إلا السودان والسودان بعد الضغوطات الأخيرة في هذه الأعوام الأخيرة وقع لكن إلى عام 2009 لم يكن أحد قد استثني من هذه الاتفاقية إلا السودان لكن غالب الدول العربية وقعت السعودية وقعت أيضا على الاتفاقية اتفاقية سيداو وقعت لكنها أبدت تحفظا قالت نوقع ونحن مع الاتفاقية ثم أبدت تحفظا وقالت فيه في الأمم المتحدة بما لا يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية طبعا للوهلة الأولى يبدو هذا التحفظ جيدا ونافعا وماتعا لكن التحفظ وفقا لقوانين الأمم المتحدة مردود على أصحابه لأن في المادة 28 من هذه الاتفاقية تقول أي تحفظ يخالف روح الاتفاقية فهو مردود على أصحابه أكثر الدول العربية والإسلامية كما قلنا لكم وقعت إيران لم توقع دولة الكيان المغتصب لفلسطين لم يوقع اليهود لم يوقع يقولون هذه الاتفاقية تخالف شريعتنا ولا نستطيع أن نوقع عليها الأردن من الدول التي وقعت وأبدت تحفظا على ثلاثة مواد من مواد اتفاقية سيداو مادة رقم 6 ومادة رقم 15 ومادة رقم 16 المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة التاسعة وسأشير إلى قصة هذه المواد الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى الاتفاقية يا جماعة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عشان تكونوا بالصورة أكثر يعني لما نقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا تمييز ضد المرأة عندما نقول الرجل يتزوج أربعة والمرأة لا تتزوج أربعة هذا تمييز ضد المرأة عندما نقول فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا تمييز ضد المرأة عندما نقول أن دية المرأة في الإسلام على النصف من دية الرجل هذا تمييز ضد المرأة عندما نقول أن المرأة لا تكون رئيسة للدولة والرجل يكون هذا تمييز ضد المرأة عندما نقول هذه هم يجمعونها هكذا جميع هذه الأحكام يجمعونها في بوتقة واحدة ويعدونها من وجهة نظرهم أنها تمييز ضد المرأة وأن الرجل قد كرم مجتمع هكذا يقولون مجتمع ذكوري جيد هذه عبارة يتلقفها كثير من الناس في مثل هذه الأيام من النساء حقيقة ويرددونها أن الإسلام دين ذكوري وأنه مجتمع ذكوري حتى أنه قاد بعضهم إلى البعد هكذا عن الدين وعن الاعتقاد السليم والصحيح وقد زارتني إحدهن مرة وقالت لي أن هذا الدين دين ذكوري وكذا فطلبت منها أن تستمع إلي قلت لها إذا كان دين ذكوري لماذا يأتي في القرآن أو تأتي سورة كاملة اسمها سورة النساء ولماذا تأتي سورة مريم إذا كان الدين ذكوري ولماذا يقول ربنا في حق المرأة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ما قال خبر قال وإذا بشر انظروا لفظ القرآن بشر يعني الأنثى بشرة يعني الواحد لما تأتي هكذا بنت لابد أن يستبشر خيرا بشر أحدهم بالأنثى والآية تصف حال أهل الجاهلية قبل مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مش سود وجهه ظل وجهه يعني دائما هكذا مغضب ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به من سوء ما بشر به يتوارى يعني يختبئ من الناس حتى لا يسأله الناس ماذا أنجبت زوجتك حتى لا يقولهم أنجبت بنت لأن هذا اللفظ عندهم يعد عارا ويعد انتقاصا من القدر والآية تصف ذلك بتفاصيله يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وليس بها والمصطلح القرآن هذا به يدل على أنهم لم يكونوا يعدونها شيئا أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أيمسك البنت عنده على هون على صغار على ذلة بين الناس أم يدسه في التراب ثم قلت لها هل تعلمين هذه الآية في أي سورة جاءت للوهلة الأولى انقضح في ذهنها أن الآية جاءت في سورة النساء لا أو في سورة مريم لا هذه الآية جاءت في سورة النحل وهذا من عجيب حال القرآن أن الآية جاءت في سورة النحل ويوجد آية أخرى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا في سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل هذه في سورة النحل قلت لها أعصري ذاكاتك من يقود مملكة النحل قالت لي ملكة قلت ملكة يقود مملكة النحل والآية جاءت في سورة النحل ومن الذي ينتج العسل قالت الغلات أو العاملات قلت انظري إذن الإسلام جاء بهذه الآية في سورة النحل ليقول إنك في دين الله ملكة أما بلغك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أما بلغك أن من كان عنده أختاني ما كان عنده ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختاني علمهن وأحسن تعليمهن أدبهن أحسن كن له سترا من النار أما بلغك أن ثم تفريضة في الإسلام يحييها مليارات الناس عبر التاريخ إحياء لقلب أم عندما كانت تبحث لولدها عن ما إن تلك هي فريضة السعي بين الصفا والمروة والتي تحمل معاني ودلالات عجيبة من نوعها فهم يصفون هذا الدين ذكوري وسبحان الله يأخذون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين يعني للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم هم أنفسهم عندما يجلسون وتطلب منهم مزيد علم عن علم المواريث لا يعلمون يعني هم لا يعلمون من القرآن إلا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين طيب يا بنت أنت تقولين دين ذكوري لأنه يعطي الذكر أكثر من الأنثى طيب أنت هل تعلمين طريقة توزيع الميراث عندنا في الإسلام إذا توفي رجل المترك مالا بمن نبدأ بتوزيع الميراث الميراث نبدأ بتوزيع شيء عندنا في الدين اسمه أصحاب الفروض وبعد أن ننهي أصحاب الفروض ننتقل إلى العصبات طيب من هم أصحاب الفروض أو ما معنى أصحاب الفروض أصحاب الفروض في علم الميراث في الإسلام هم الذين ثبت فرضهم في القرآن أو في السنة أو في الإجماع نسميهم أصحاب فروض طيب يا بنت هل تعلم أن أصحاب الفروض من الرجال في القرآن والسنة والإجماع أربعة وأن أصحاب الفروض من النساء ثمانية أصحاب الفروض الذين ورد ذكروا نصيبهم في القرآن من الرجال أربعة زوج أب جد وأخ لأم وأصحاب الفروض من النساء ثمانية ورد نصيبهم في القرآن أو في السنة أو في الإجماع زوجة وأم وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ثماني أصناف من النساء وأربعة أصناف من الرجال هذه لا تحفظونها هل تعلمين أن ثمة مسائل عدة قاربت أكثر من ثماني عشرة مسألة جنس مسائل في المواريث المرأة تأخذ أكثر من الرجل فلو مات عن بنت وخمس إخوة البنت تأخذ النصف وخمس إخوان للميت يأخذون النصف الآخر وهم ذكور يقتسمون النصف الآخر وأن المرأة قد تأخذ في الميراث مثل الرجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس الأب والأم سدس سدس الإخوة لأم والأخوات لأم يتشاركون ما في للذكر مثل حظ الأنثيين لا يعلمون هذا ثم أنا طلبت منها طلبة أنتم تقولون علم المواريث في الإسلام ذكوري طب هاتي لي هاتي لي الآن من علوم أهل الأرض في توزيع الميراث شيء أعتمده أعطيني شيء أعتمده يعني هل أذهب إلى أمريكا ليطبق علم الميراث الموجود هنا أمريكا لا يوجد فيها نظام واحد المواريث هي ولايات وثمت فروقات بين هذه الولايات في توزيع المواريث وكذلك أوروبا فمنهم من يعطي الإبن الأكبر فقط ميراثه للإبن الأكبر طب ولل باقي الأولاد لماذا لا يأخذون لماذا في بعض الولايات يأتي الأب وتأتي الأم في المرتبة الثالثة في توزيع المواريث بعد الزوجة وبعض الأبناء والبنات يأتي دور الأب والأم لأن الأب والأم عندهم مرتبة متأخرة فهم قضية يعني سيداو وهي سيداو خرج بفئة نريد أن نقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويرون أن علم المواريث وأن هذه العلوم الموجودة في شريعتنا والتي نزلت من عندي الحكيم الخبيلي جل وعلا أن هذه الأمور هي ضد المرأة وليست لها مع أنه في علم المراث يأخذ الرجل دينارين وتأخذ المرأة دينارا واحدا لكن الرجل مكلف بالنفق ومكلف في المهر ومكلف بأن يدية يعني يدفع الدية مع قرابته هو من العاقلة التي تحمل الدية إذا حصل ما حصل عند جمهورها للعلم والأنثى لا تحمل المرأة لا تحمل من ذلك شيئا وإنما يأتيها رزقها وليست عليها أي واجبات عند أكثر أهل العلم الآن الغرب لما خرج بهذه الاتفاقية المرأة في الغرب عاشت مرحلة تاريخية عجيبة من نوعها ابتدأت من العصور المظلمة في أوروبا وما قبلها وهناك مؤتمر ماكن هذا الذي قدمت فيه إحدى الأوراق كانت تبحث حقيقة المرأة حقيقة المرأة في القرن الخامس والسادس الميلادي هل المرأة كائن بشري؟ هكذا عنوان الورقة العلمية عندهم هل المرأة كائن بشري مخلوق؟ أم هي روح شريرة؟ وكانت نتيجة المؤتمر أن المرأة خلقت فقط لخدمة الرجل يا إخوة في أوروبا قبل 200 وشوي من السنوات كانت المرأة تباع والقانون الإنجليزي الذي أنهى بيع المرأة كان في سنة 1806 1806 انتهى بيع النساء عندهم وكانت تعليم المرأة سبة للنساء والمرأة التي تريد أن تدرس مصيبة عندهم في أوروبا هذا بالمجمن هذا أمر غير مقبول عندهم كان وقد حافظ هناك قصص كثيرة عن قضية بيع الرجال لنسائهم قبل المنع انظروا الآن في واقع المرأة الغربية في الحقبة التاريخية الماضية الأخيرة عدد حالات الاغتصاب التي تتعرض له والتحرش التي تتعرض له والخيانات الزوجية التي تأتي الإحصائيات بشيء يشيب له الولدان تعرضها للضرب الملاجئ الموجودة الآن لتحفظ من ضرب الزوج أو الصديق ما يسمونه الصديق له أن يعيش معها هذه الإحصائيات حقيقة دفعت المرأة لأنها تريد أن تطالب المساواة مع الرجل وخاصة بعد الثورة الفرنسية والتي كانت من نتائجها أن المرأة انتقلت من الريف إلى المدن وأصبحت تعمل وأصبح الرأس مليون أصحاب الأموال يستغلونه جيد فيجعلونها تعمل عدد ساعات عمل أكثر من الرجال ويعطونها نصف ما يعطون الرجال فكان الخروج بقضية المساواة مع الرجل هي قضية لها مبرراتها في الغرب عندهم على طريقتهم لأنهم لا يرتضون منهج الله تعالى منهجا لا يرتضونه فضلا عن مكانة المرأة في عدد من النصوص الدينية عندهم ثمت نصوص دينية عندهم لما نظروا إليها وجدوا أنها تنتقص المرأة عندهم خاصة في العهد القديم الذي يمثل المرأة وهي حائض يكون نجسة لا يؤكلها في بيت يعني لا يؤكل مرأة الحائض في نفس المجلس لا يجوز أن ينام معها في الخميلة في نفس الفراش هذا الأمر ممنوع عندهم في النصوص جيد هم دفعهم هذا دفعهم الرهبنة دفعتهم الفلاسفة الذين كانوا يتكلمون عن المرأة بأنها شر لا بد منه هكذا الفلاسفة يقولون عن المرأة قديما كانوا عندهم أن المرأة شر لا بد منه منهم من يقول بأنها محبوبة ستاكة من يقول بأنه لا تحسبون أن الذي يمشي هذا أمامكم امرأة هذا فحيح الثعبان هذا شيطان يمشي هذه كلماتهم فهذا ورث في نفوسهم حاجة لأن يطالبوا بعقد اتفاقية يرجعون للمرأة فيها حقوقها أما في الإسلام عندي فأنا لن أعلق كثيرا لأن الأمر يحتاج إلى جلسة مستقلة الإسلام عندي لا ينطلق من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حقيقة الإسلام يعتبر الرجل والمرأة مكملان لبعضهم البعض لا توجد عندي معركة في الإسلام بين الرجل والمرأة حتى أقول أريد حقوق المرأة لا يوجد عندي معركة أصلا كان شرع رب العالمين يتنزل كان شرع رب العالمين يتنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى النساء وكان هو الشرع الموجود ولم يكن أحد يقول أنتم ظلمتمون ونحن المرأة وحقوقها يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة جيد إلا إذا كان على سبيل السؤال أو على سبيل الاستفسال أو الاستفسال في مسألة ما فقط لا غير واستمر هذا الأمر الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل الرجل له حقوق عليه واجبات والمرأة لها حقوق عليه واجبات لكن في الدار الآخرة لا يوجد رجل ومرأة في الدار الآخرة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهكذا قبل أن أعلق على المواد أريد أن أمر مرورا سريعا على هذه البنود الإخوة حفظكم ربي عدد البنود الموجودة في سيداو من 31 مقسوما لقسمين من 31 هي سيداو حقيقة ومن المادة السابعة عشرة حتى المادة الثلاثين هذه قضايا إدارية إدارية فقط يعني ترتيب في المعاملات في المتابعات في الكذا لكن المهم في سيداو هو من 1 إلى 16 أستأدنكم في أن أقرأ بعض هذه المواد على عجالة وأعلق عليها لنعلم ماذا يريد القوم وما هي مشكلتهم ماذا يريدون من المرأة المادة الأولى جاء في نص هذه المادة لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ترى من مؤتمر القاهرة والسكان سنة 1994 لم تعد الاتفاقيات الدولية أصلا تستخدم كلمة الجنس الذي يشير إلى الذكر الأنثى أصبحت الاتفاقيات الدولية من سنة 1994 تستخدم مصطلح جندر G-E-N-D-E-R الآن في السفارات لما رح تقدم يقولون الجندر إيش الجندر أنت؟ الجندر هي نفظة تشير إلى النوع الاجتماعي لا تشير إلى الذكر والأنثى إلى النوع الاجتماعي المرأة والرجل نوع اجتماعي وهذا طبعا ما يقول لك نوع اجتماعي حتى ما تقول هذا رجل وهذا امرأة هؤلاء لهم فلسفات يقولون الذكر خرج ذكرا لأن أهله ربوه من صغره ليكون ذكرا والأنثى خرجت أنثى لأن أهله ربوها من صغرها لتكون أنثى فالبنت هي صغيرة يشترون لها فسطان ويطلبون منها الرقص والجمال والولد يعلمونه البطولة والفروسية ويشترون له مسدسا ليضرب وهكذا ولذلك هم يقولون نفقا لفلسفاتهم لو عكسنا الأمر يعني لو فعلنا الرجولة والبطولة والمسدس مع الأنثى لكانت الأنثى رجلا ولو فعلنا الفسطان والرقص والجمال مع الذكر لكان الذكر أنثى فهم يقولون هذا نوع اجتماعي هم طبعا يؤصلون لفكرة الشذوذ الجنسي بعد ذلك وعندهم الأسرة ما يجتمع تحته اثنان من النوع الاجتماعي أي اثنين يجتمعون تحت سقف في مفهوم الغرب أسرة ذكر ذكر أنثى أنثى ذكر أنثى أنثى كلب ذكر كلبة وهكذا يقولون هذه أسرة خلاص أسرة ولذلك عندهم في المواريث ممكن الرجل لا يورث شيئا طب والمائة مليون التي تركها لمن قال هذه لكلبته أوصى بها للكلب وتجوز الوصية للكلب ويذهب المائة مليون للكلب أعزكم الله وأجلكم ورفع قدركم جميعا إذن عندهم أي تمييز ضد المرأة يكون على أساس الجنس أي تفرق أي استبعاد ويكون من أثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان انظروا الكلمات التي يستعملونها موهمة مغرية جذابة براقة جيد والحريات الأساسية في الميدين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيقولون هذا يعد تمييزة انظروا في المادة الأولى آخر سطر ونصف ماذا قالوا يقولون أي توهين أو إحباط جيد يمنعها من التمتع بهذه الحقوق أو ممارسة الحقوق بصرف النظر عن حالتها الزوجية هم فكرة الزوجية عندهم أصلا القيمة عندهم ضعيفة فكرة الزوجية في حياتهم ضعيفة ثم يقولون وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل هذه فكرة مهمة جدا تقرؤونها في كامل الاتفاقية يعني هم الآن افترضوا أن المرأة مظلومة طب ممتاز كيف تريدون أن تحققوا للمرأة عدلها كيف ترجعون لها الحقوق قالوا لابد أن نساويها بالرجل فهم اعتبروا أن الرجل يعيش الحياة النموذجية ويعيش الحقوق متكاملة ولابد أن نساوي بين المرأة والرجل بالتمام بالتمام جيد لنقول أن المرأة قد حصلت على حقوقها فعندهم عقدة هذه العقدة للأمانة قادها تيار رديكالي أنثوي يقود العالم إلى الآن ترى موجود وهو موجود في بلادنا موجود ويلعب ويعبث وعندنا للأمانة في عدد من بلاد العرب والمسلمين تغيير لعدد من القوانين نحن المشايخ طلبة العلم والدعاء إلى الله تعالى نصرخ هكذا ونعطي خطوة في الجمعة يوم الجمعة ونكتب على الفيسبوك أو على تويتر أو على كذا هكذا نقصر على تغريداتنا وهم يلعبون بالقوانين ويغيرون ويسرحون ويمرحون يعملون باحترافية عالية سيداو في نشأتها لما خرجت إلى حيز لجوز سنة 1981 وضعوا خطة لخمسين سنة حتى تكون سيداو تحكم العالم خمسين سنة من واحدة اقتربت عشر سنوات تقريبا بقيت حتى تكون سيداوية الحكم وهم يعملون وفق خطة وآليات عالية عالية المستوى مادة ثانية تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إطاءة سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بما يأتي تجسيد مبدأ المساواة المساواة رجعوا للنفس العبارة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن إلى آخر اتخاذ المرأة من التدابير التشريعية بما في ذلك يقتضيه الأمر من جزاءات لحضر كل تمييز ضد المرأة أي عمل تمييزي ضد المرأة ممنوع هكذا يرددون نفس العبارات طبعا هذه العبارة الثانية هي موجهة لقوانين البلاد إخواني اتفاقية سيداو اتفاقية إذا وقعنا عليها فهي تحكم قوانين البلاد تحكم الدساتير في البلاد المادة الثالثة تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة ولاحظ هذه العبارة يستخدمونها كثير تطور المرأة وتقدمها الكاملين ممتاز نحن عبارة براقة طب كيف تتطور المرأة وكيف تتقدم المرأة أكملوا وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات السياسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل مساواة مع الرجل وهذا من ركاكة الاتفاقية أنهم في كل بند يكررون على أساس المساواة مع الرجل على أساس المساواة مع الرجل لأنهم أصلا ينكرون أن ثم تفوارق بيولوجية خلقية موجودة بين الرجل وبين المرأة شوف المادة الخامسة في بعض العبارات يستعملونها أشير إليها المادة الخامسة تتخذ الدول والأطراف جميع تدابير المناسبة لتحقيق ما يلي تعديل الأنماط الإجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة طيب أقرأ العبارة على عجالة وأعلق تعليقا بسيطا بهدف تحقيق القضاء شوف بدون معدل الأنماط الإجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحييزات والعادات العرفية أن هجموا على العرف وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة لما تنزل للتفاصيل يعدون الأمومة الأمومة يعني الزوجة من وجبها تردع تربي الإبن تبقى معاه في البيت في الشرع عندنا كدور تكاملي يقولون هذا دور نمطي لا بد أن يتغير ما يصلح هذا دور نمطي وثم يقولون هذا الكلام في با كفالة أن تضمن التربية الأسرية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية طبعا هذا وظيفة اجتماعية هم الآن يؤصلون لفكرة المال المال لأنهم يطالبون بعمل المرأة طب نأتي نحن في الإسلام نقول طب هل يوجد امرأة في العالم لا تعمل يعني هم دائما هكذا يضعوننا في الزاوية أنتم ضد عمل المرأة ويوجد في المرأة في العالم لا تعمل زوجاتنا في البيوت يعملون أكثر منا ترى زوجاتنا في البيوت يعملون أكثر منا من حيث عدد ساعات العمل هم عندهم العمل حتى يكون عملا لا بد أن يكون مأجورا لا بد أن يكون مأجورا اعملوا حضانات للأطفال والأم إذن فهم سليم للأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية ليست قضية فطرية ليست قضية تعبدية شرعية المادة السادسة يعني أعلق هكذا أيضا عليها تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة ظاهر المادة ممتاز الجماعة ما يريدون أي شكل من أشكال الاتجار بالمرأة ممتاز واستغلال دعارة المرأة هم ليسوا ضد دعارة المرأة انتبهوا للنص حتى لا يخدع الناس النص لا يقول ممنوع دعارة المرأة هم يقول ممنوع استغلال دعارة المرأة لكن لو ورادت أن تمارس الدعارة لها ذلك حق من حقوقها وانتم تعلمون أن ثالث أكبر تجارة في العالم هي تجارة الدعارة بالتجارة بالمرأة ثالث أكبر تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة ثم تجارة المخدرات السابع والثامنة أيضا لابد من المساواة في السياسة وغير السياسة المادة التاسعة التي تحفظت عليها الأردن هذه المادة تتكلم عن الجنسية تم تعلمون أن الرجل إذا تزوج امرأة غير أردنية أولاده يحصلون على الجنسية وأن المرأة الأردنية لو تزوجت غير الأردني لا يستطيع أولادها أن يحصلوا على الجنسية وهذا موجود في كثير من الدول موجود في كثير من الدول نحن طبعا كمسلمين عندنا فلسفة أصلا أن الأمة أمة واحدة وأن المسلم أخ المسلم وأن هذه الحدود المصطنعة التي وضعت بين بلاد المسلمين عقود عمرها في الأمة وإن شاء الله هي آية للزوال فأبا سليمان قلبي لا يطاوعني على هجران أحبابي وإخواني إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة المادة العاشرة كذلك تتكلم عن قضية المساواة في الحقوق السياسية وفي العمل وفي التعليم المساواة في الانتخابات وما انتخابات وهكذا أركز وأختم إن شاء الله بالمادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة وتقريبا هما المادتان اللتان بقيتا يعني حتى الآن في حيز التحفظ من غالب الدول العربية والإسلامية المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الخامسة عشرة هي مادة تتكلم عن أهلية المرأة جيد في السفر وفي الذهاب وفي الإياب وفي السكنة تسكن وينما تريد تعيش كما تريد مدى مصل عمرها لثمان عشرة سنة تسكن كما تريد وإن كان الأمر لم يفعل بالشكل الكبير بحكم طبيعة المجتمعات المحافظة إسلامها معتدل تحب دينها إلى آخره المادة السادسة عشرة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج مساواة في الزواج والعلاقات الأسرية نفس الحقوق في عقد الزواج يعني لا تقول لي ولي للمرأة في عقد الزواج أنت يا رجل لك ولي لا لا أنا ولي نفسي طب ليش المرأة لها ولي تزوج نفسها إيش المشكلة في ذلك نفس الحق في حرية اختيار الزواج تريد أن تختار زوجا يهودية تتزوج المسلمة ما في مشكلة طبعا هذه حتى الآن يوجد عليها تحفظ لم يرفع حتى في بلادنا التي أصلا يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين كافة نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند الفسخ جيم عند الفسخ يعني إذا قال لها طارق لها الحق أن تقول له طالق فيقول لها أنت عشر طالق فتقوله أنت عشرين طالق ويعني اطمأنت البيوت بذلك نفس الحقوق كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية وفي جميع يعني مصلحة الأطفال كما يزعمون وآخر شيء أيضا لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني طبعا الطفل عندهم تحت الثمانية عشرة عامة والآن رفع في بعض البلاد إلى عشرين واحد وعشرين سنة ويسعون الآن في بلادنا إلى رفع سن الطفل جيد إلى هذا العمر عشرين سنة وما زال طفلا يسعون لكن إلى الآن ثمانية عشرة وسبع عشرة سنة هذه مرخص اتفاقية سيداو القضى على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الدول للأمانة الدولة التي لا توقع صندوق النقد الدولي جاهز وأدواتهم السياسية وأدواتهم الاقتصادية جاهزة للضغط عليك حتى يوقع فلابد أن يذعن هذه سياسة الموجودين هنا ليس مثل من يتكلم في حضرتهم في هذه الأبعاد وهذه الجوانب لكنني فهمت أن هذه الجلسة هي جلسة تذاكر فقط وتبادل للآراء بالأفكار أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كلاما وسماعة وأن يحفظ نساءنا زوجات وأمهات وبنات وأخوات أن يحفظ نساء المسلمين جميعا وأن يحفظ هذه الأمة وأن يفرج عنها وأن ينفس كربها وأن يسددها ويكتب لها من أمرها رشدا اللهم أمين مما أكرم لله عز وجل به أنني كتبت كتابا جيد بعنوان هكذا المرأة واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وطبع في السعودية هناك مركز اسمه مركز واحثات مركز نفيس جيد ويشرف عليه أخ للأمانة له يد طولة في هذا المجال خاصة في المجتمع السعودي الذي يحارب حربا فتاكة بكل ما أوتيت الكلمة من المعنى في هذا المجال للأمانة الكتاب لا أعده نفيسا أعده خطوة على بداية الطريق يعني يحتاج إلى إعادة كتابة للأمانة جيد خاصة بعد حصول النضوج العلمي هكذا قليلا والاختلاط الأكثر مع المجتمع والنضج الاجتماعي الذي أشر إليه فضيلة دكتورنا وشيخنا ومعلمنا هذا إذا حصل اللغة تختلف القلم يجري بما لم يكن قد جرى به من قبله هل هذه الفكرة مداخلة الأخ يحملها كثير من أبناء الأمة الآن الفكرة كفكرة تأصيلية وقيادية لا هي في الجانب القيادي لا الذين يحملون هذه الفكرة قليلون لكنهم متنفذون قليلون لكن سطوتهم كبيرة لكنهم ممن يسلق بألسنة حداد على أهل الإيمان وعلى أهل التقوى وأنتم تعلمون أن الزمن الذي نعيش فيه ليس زمن الشرعيين التربويين المتأصلين في العلم وفي الدعوة ليس زمنه المرحلة هكذا صعبة سبحان الله زمنهم زمن من يحمل في قلبه نارا تلظى على الدين وأهله وإن كان لا يظهر ذلك في لسانه لكن الله تعالى قال في محكم التنزيل ولا تعرفنهم في لحن القول فهم يغمزون ويلمزون بأحكام هذه الشريعة بطريقة أو بأخرى هكذا هم قلة لكن للأمانة متنفذون ويلعبون يلعبون الآن يوجد أصبح لأن تخصصات عندنا تخصص الجامعة الأردنية يدور حول فكرة الجندر تخصص مستقل بذاته الآن يدرس جيد القوانين غير عدد من القوانين في هذا المجال أكبر حرب الآن يقومون عليها حربهم على قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أشر إليه الأخوة يتكلم وللأمانة دائرة قاضي القضاء فيها ثلة خيرة في بلدها ثلة خيرة يعني تحمل زمام الدفاع عن الدين الله تعالى وعن إنجاز أن نقول آخر حصن من حصون منعت هذا الدين قوة في هذه البلاد حصن الأسرة لأن الدائرة الآن تدور حول الأسرة ونكر أن قنوات فضائية رائدة في البلد ولها وزنها في البلد في هذه المرحلة تقود هذه الحملة بطريقة أو بأخرى فكل أسبوع أو أسبوعين هكذا يأتون ببعض المشاهد المناظر الكوميديا التي تريد أن توصلنا إلى هذا وهم عندهم للأمانة عندهم دراسة لحركة الشعوب وطريقة تفكيرها وكيف يظلموننا للمرة الأولى فهكذا نتحمس ما الذي حصل ثم الجيل الصغير يتعود منظر من هنا كلمة من هنا يدرسوا مادة من هنا يعني تصبح الأمور عنده سهلة تعلمون آخر حركة عندنا حصلت في مناهج التعليم في الأردن قبل سنتين لما استبدلت كثير من الآيات القرآنية والأحاديث رفعت من كتبنا بالمجمل ووضعت بدلا منها أمثلة هكذا يعني تجعل الإنسان يميل إلى أن كل شيء سهل وأن الحرية مطلقة وليس تمت قيود ينبغي أن تكون ويرفعون دائما شعارات حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق المرأة حقوق الطفل ولا يذكرون مرة واحدة عبارة واجبات المرأة أو واجبات الطفل ليحصل توازن لأن إذا بقين نقول حقوق أنا ابني إذا بقيت ربي حقوق 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 طب واجباته والمرأة كذلك إذا عرفت هل هذا الأمر يعني أختم إن شاء الله هل هذا الأمر له ارتباط بالسياسة طبعا هل له ارتباط بالاقتصاد قطعا هل له ارتباط بالحياة الاجتماعية قطعا طبعا هي سبحان الله الإسلام كما تعلمون كل لا يتجزأ والاجتزاء في الإسلام مشكلة يعني يسقط هيبته وهيمنته في الحياة لكن الله غالب على أمره والنظرة الإيجابية تبقى هي القائدة في هذا الميدان ونحن إذا تكلمنا عن السلبية فإنما نتكلم وصفا لا استسلاما ولا انكسارا ولا نحب أن نكون ممن يجلد ذاته ويجلد ظهره وإنما نصف ثم ننطلق بعون الله تعالى لإحقاق الحق وإبطال الباطلي والله الموفق وهو الحافظ شكر الله لكم دكتورنا وأبقى بيتكم هذا عامرا إن شاء الله بإذن الله تعالى بالأمن والإيمان والدين والدعوة والعلم والجهاد وأسأل الله العظيم رب العظيم أن يكتب لكم الثبات حتى الممات ولجميع الإخوة إن شاء الله والموعد هكذا في الجنات نجلس مثل هذه الجلسات ونسعد بها بعون الله تعالى مع نبينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانهم الأنبياء والصحابة والصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلامكم ورحمة الله بيس الله خيرا الدكتور محمد طرير على هذه المحاضرة المباركة وشكر موصول له ولكم في حضوركم ونلتقي في أسابيع موبلة إن شاء الله ونبارك للميثاق الوطني صدور العدد الأول من صحيفته ستوزع عليكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء الله